وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفياً الدكتور وليد جابالا الخبير الاقتصادي دكتور وليد بعد التحية كيف ترى زيارة الرئيس السيسي لأدربيجان ودلالة توقيتها أهلنا سعلاً بحضراتك ودخل المشاهدين الفنانية الأولى وبالتأكيد العالم يمر بمرحلة من مراحل تطوير عمليات ثلاثة الإمداد وإعادة هيكلة التسمار ومن المهم أن يكون هناك تحركات نصرية من أجل البحث عن موضع قدم في العالم الجديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكما عوضنا فإنه دائماً ما يبتح الأفق ويطور العلاقات القائمة ما بين الدول الصديقة ويكتشف أفاق جديدة من أجل الاستثمار وعمليات التبادل الدولي اليوم نحن نتابع زيارة السيد الرئيس إلى أزبريجان أزبريجان دولة مهمة هي دولة كبيرة وتمتلك موارد طبعية كبيرة جداً من الزهب والطدة والحديد والمنجنيز والغاز الطبيعي والكثير من المعادن هي دولة في منطقة استراتيجية في منطقة القوقاز عدد سكانها نحو عشر مليون نسمة هذه الدولة التي لديها مشروع كبير للتنمية وتتطلع لعمليات التنمية في الداخل والخارج وتطوير علاقاتها اليوم يتجه السيد الرئيس إلى بحث مزيد من تطوير عمليات التعاون ما بين مصر وأزبريجان التعاون مع أزبريجان لا يبدأ من الصفر نحن نصدق بالفعل إلى أزبريجان القطنة والفواكه والحبوب والشاي والخضروات أيضاً أسف نصدر البرتقال والأدوية والطفلة بينما بنستورد من أزبريجان منتجات متعددة بالتالي في أن هناك فرصة كبيرة لعمليات تطوير عمليات التبادل التجاري والأهم هو عملية الاستثمار فمصر وبعد أن انتلكت بحور التنمية في قناة السويس مصر بعد أن أصبح لديها استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة ولمشروعات الاقتصاد الأخضر فإنها تتطلع إلى رجال الأعمال والصناديق في أزبريجان لديها صندوق سيادي مهم السيد الرئيس في لقائه مع رجال الأعمال اليوم تحدث معهم ليس فقط عن القرة الاستثمارية الكبيرة وهي موجودة ولكنه أيضاً قدم لهم الصندوق السيادي المصري بصفة الشريف المناسب لهم والقريب في دخولهم إلى السوق المطرية نعم أشكرك جزيلاً الدكتور وليد جابل الخبير الاقتصادي